استكمالاً لكل الأحداث اللي بتحصل في مدينة العالمين وباعتبارها أنها المقر الصيف للحكومة إنبارح كان فيه قمة مصرية أردنية فلسطينية في مدينة العالمين الجديدة صدر عن هذه القمة بيان ختامي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح وأكد على استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة صحيح يا مصطفى أيضاً البيان أكد على أنه تحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية خلينا نرف تفاصيل أكتر عن مخرجات القمة معنا في فقرتنا النهاردة الكاتب الصحفي جمال رائف نورنا في السوديو في سباح الخير مصر عشان نعرف كل هذه التفاصيل صباح الخير على حضرتك نورنا في سباح الخير مصر صباح الخير على حضرتكم وصباح الخير على كل سيدة مشاهدي أهلا بيكم سيد جمال وربما ناس كتير بتسأل القمة عقدت عقب أحداث ربما مرت في المسجد الأقصى وأحداث لها علاقة بالاستيطان الإسرائيلي ضرورة ما صدر من مخرجات هذه القمة وبان هذه القمة رداً على هذه الانتهاكات يمكن بداية هذه القمة عقدت في العالمين وده أمر في الحقيقة بخلينا نشوف الآن العالمين أيضاً عاصمة للسياسة الإقليمية وده أمر يجعلنا جميعاً كنا بنشوف شرم الشيخ كنا بنشوف أي فلدينا الآن عاصمة جديدة عاصمة مصرية جديدة على خريطة السياسة الإقليمية وهذا أيضاً أحد أهم منجزات الجمهورية الجديدة هذا يعني بعيداً نرطب القمة بقى في الحقيقة مهمة للغاية لأن نتكلم على توقيت بالغ الأهمية ويمكن حتى كنا نتكلم قبل الهواء عن أهمية التوقيت لأن ببساطة شديدة نحن نتحدث عن متغيرات دولية الإقليمية قائمة الآن تعيد ترتيب المشهد الدولي والجميع الآن يتحدث عن يعني ولادة نظام دولي جديد وشكل عالمي جديد وبالتالي إثبات أو يعني إيجاد مساحة للقضايا الفلسطينية في ظل هذه المتغيرات أنا أعتقد أن هذا أمر مهم للغاية أن نتحدث والعالم لدي هذا الصخب من القضايا والأزمات والمشاكل عن القضايا الفلسطينية بل نتحدث أن هذه القضايا الفلسطينية هي جوهر الأزمات في المنطقة وأن حالة هذه القضايا يتبح حالة للقضايا الإقليمية الأخرى هذا مهم للغاية في ظل هذه المتغيرات حتى لا تذوب القضايا الفلسطينية حتى لا تختفي القضايا الفلسطينية عن المشهد في ظل هذا العراك الدولي المشتد في الحقيقة وبالتالي أنا أعتقد أن هذا دور مصري بيظهر جليا الآن وإبراز القضايا الفلسطينية لصدارة المشهد الإقليمي والدولي أنا أعتقد أنه يحسب للدولة المصرية وإصرار القيادة السياسية المصرية على الحديث عن القدر الفلسطينية واستضافة فعاليات لها علاقة بفلسطين سواء ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية زي ما شفنا الفصائل الفلسطينية منذ أيام في العالمين أو القمة المصرية الفلسطينية أيضا منذ أيام أو هذه القمة الثلاثية التي هي الثانية هذا العام يعني عقدت أيضا قمة ثلاثية ما بين سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة فلسطين والأردن أيضا في أول هذا العام وبالتالي نحن نتحدث عن زخم وحراك مصري تجاه القادرة الفلسطينية في ظل متغيرات دولية وأهمية وإقليمية أعتقد أنه هو بيؤكد أن الدولة المصرية لديها ثوابت راسخة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأهمية حل وإيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية وده اللي كان موجود في البيان الختامي لشمل 13 بند كلهم بيأكدوا في الحقيقة على هذه الثوابت فكرة إيجاد دولة طبعا فلسطين طبعا وعصمتها القدس الشرقية فكرة إيقاف أو وقف إرهاب المستوطنين وإيجاد هذا المصطلح بهذا الوضوح أنا أعتقد أنه مهم جدا وأن نجد هذه اللغة الواضحة من توصيف بالضبط لما يحدثوا المستوطنين من إرهاب وتخويف لأهلين فلسطين هذا مهم للغاية أيضا ما يتعلق بالعمل الإقليمي والدولي المشترك بشأن هذه القضية هي مصار السلام وغيرها من ثوابت ضمها البيان أيضا الإشادة في هذا البيان بالدور المصري على نطق المصالحة الفلسطينية يمكن نحن رأينا منذ أيام كما كنا بنتحدث أحد المحطات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية ولكن هذه جهود ممتدة في الحقيقة منذ عام 2014 بالتحديد بنرى طوال الوقت جهود مصرية فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية وهنا أيضا إيمان مصري أن وحدة صف الداخلية الفلسطينية إيجاد صوت فلسطيني واحد إيجاد لحمة في الداخل الفلسطيني كلها تساهم بشكل حقيقي في أيضا دعم الدور السياسي الذي تلعبه القاهرة وعمان وفلسطين وكافة الشركاء العرب وحتى على الصعيد الخارجي والأوروب لأن أيضا مصر شريكة طبعا في ربعيات ميونيخ وبتعمل طوال الوقت في إطار المجتمع الدولي لدعم القضايا الفلسطينية وبالتالي هذه القمة من حيث التوقيت هي مهمة للغاية لأن منتحدث عن كما أوضحنا متغيرات كثيرة جدا متحدث في العالم وبالتالي حجز مكان للقضايا الفلسطينية في ظل هذا الصخب الدولي هذه نقطة بلغة الأهمية أيضا في ظل تصاعد الأوضاع في الداخل الفلسطيني بنشوف إزاي الاعتداءات المستمرة من الجانب الإسرائيلي تجاه المواطنين سواء في المسجد الأقصى أو في بعض المناطق في فلسطين سواء في غزة أو في الضفة أيضا هناك توقيت أيضا يمنح فرصة للقضايا الفلسطيني كما أن هذه المتغيرات ربما تبدو أنها صعبة ولكن أيضا فيها مساحة لخلق فرصة جديدة للقضايا الفلسطيني ده سؤال يعني مهم جدا يا أستاذ جمال لأنه في البعض يتحدث عن أنه رؤيته أو تحليله لهذه القمة الآن ونحن نتكلم عن أيضا نبرة مخرجات هذه القمة هي نبرة أقوى وأعلى البعض رأيها وريد أن أعرف رأيها حضرتك في هذه التحليلات البعض يرى أن هذه القمة بهذه المخرجات بهذه النبرة تأتي ضمن المتغيرات التي تحصل عالميا وتأتي ضمن تصدر الدول العربية للمشهد السياسي والاقتصادي في العالم أجمع فبالتالي أنه بنرى أن بعض الدول الغربية بتتودد هي التي تتودد للدول العربية الآن فبالتالي يمكن أن نحجز مكان للقضايا الفلسطينية وأن يكون كرت للتعامل مع أو التودد للدول العربية بأنها قضايا مركزية القضايا الفلسطينية شيئ ما بينها هي قضايا مركزية بتأكيد يمكن أتفق محركك في هذه النقطة لسبب يعني الجميع أصبح يلاحظوا بشكل واضح أن بالفعل هناك زخم في العمل العربي غير مسبوق وحتى بنشوف ده على صعيد لقاءات القادة أو على صعيد جماعة الدول العربية أو على صعيد الاتصالات واللقاءات التي أصبحت فيها زخم كبير جدا ما بين القادة والمسؤولين العرب وبالتالي هناك صحوة عربية واستغلال هذه الصحوة العربية لصلاح القضايا الفلسطينية هذا أمر مهم جدا وهناك الآن التفاف عربي حول القضايا الفلسطينية ويمكن إحياء القضايا الفلسطينية الآن وإيجادها في صدارة المشهد العربي واستقلال هذا الزخم وإيجاد أيضا موقف عربي متزن ورصين تجاه هذه المتغيرات الدولية بيخلي العرب الآن يقفوا في مناطق آمنة ويستطيعوا أن يدفعوا عن مصالحهم ودي نقطة تحسب للمجموعة العربية في الحقيقة أنت كمجموعة عربية لم تنحازل الكتة الشرقية أو الكتة الغربية بل أنت الآن تبحث عن تحقيق مصالحك وأولها الأمن القوم العربي هذا المصطلح المهم جدا التي صدرته مصر للمشهد العربي مجددا خاصة في قمة شرم الشيخ 2015 قمة العربية وأصبحنا نجد القرية السياسية المصرية تتحدث عنه بشكل مكثف للغاية لأنه بالفعل مفهوم أشمل حينما نتحدث الآن عن الأولوية العربية نتحدث عن الأمن القوم العربي علينا أن نحافظ على مصلحتنا الأمنية التي يتبحها حفاظ على مصلحة الأمن الغذائي الأمن المائي الأمن في كل المناحي وبالتالي الأمن القوم العربي أولوية وبالتالي بالفعل هناك الآن مساحة مهمة للغاية يجب أن نستخل لها كمجموعة عربية في ظل هذا الزخم في العمل العربي المشترك لإيجاد حل حقيقي للقضاء الفلسطينية وهذا ما تسعى له الدولة المصرية استقلال هذا الحركة العربي النشط والتنصيق مع كافة الشركاء العرب الآن من أجل هذه القضايا ومن أجل إيجاد حل حقيقي لهذه القضايا عشان كده بنجد القادة السياسية المصرية الحقيقة منفتحة على الاتصال مع كافة القضايا العرب سواء طبعا في هذه القضايا أو القضايا الأخرى ولكن في القضايا الفلسطينية هناك اتصالات مباشرة حينما يحدث أي أزم في الحقيقة داخل الأراضي الفلسطينية بنجد حتى كافة القضايا العرب يتصلون بقاهرة لسواء دعم القاهرة في جهودها في وقف التصايد في قطاع غزة سواء في ما يتعلق به الجهود الإنسانية في مختلف الأمور ودورها الفعالة على الأرض أيضا في عادة أعبار غزة بالتأكيد كانت تحرك قوي جدا وده نقطة مهمة جدا أن الدور المصر كمان في ما يتعلق به دعم فلسطين ذهب إلى مصارات عمل جديدة حتى غير مصارات العمل التقلدية نعم نتحدث عن مصارات عمل دبلوماسية مهمة وسياسية مهمة وإنسانية مهمة ولكن مصر كمان ذهبت إلى الأعمار ذهبت إلى التنمية من خلال أيضا رؤيتها فيما يتعلق بأن التنمية والأعمار مساهم حقيقي في ترسيخ السلام والاستقرار وبالتالي نحن نتحدث عن رؤية مصرية وعمل مصري شامل بيستند على العلاقات أيضا المصرية العربية التي أصبحت في أحسن حالتها بل أنا أعتقد أن اهتمام الدولة المصرية بعد عام 2014 لتكون الدقرة العربية دقرة اهتمام أولى في محور تحركها الإقليمي دخل لها أيضا الآن تكتسب مكانة إقليمية ودولية متميزة والجميع الآن يثق في القاهرة كشريك آمن وشريك موثوق فيه مش بس في القادرة الفلسطينية في الحقيقة ولكن في مختلف القضايا الإقليمية ولكن فيما يخص القادرة الفلسطينية نحن نتحدث عن أيضا مسئولية تاريخية ومسئولية جغرافية ومسئولية إنسانية بتتحملها الدولة المصرية ما زالت مستمرة ولن تتخلى عنها الدولة المصرية بل هذه القمة بتؤكد هذا المعنى وبتؤكد أن الدولة المصرية بتعطي كل الأولوية للقضايا الفلسطينية كذا ما حراجي ذكرتي هي القضايا المركزية ويمكن أتذكر حديث للسيد الرئيس في الأمم المتحدة وبالمناسبة فلسطين لم تغب عن خطابات سيد الرئيس في الأمم المتحدة إطلاقا لم تغب عن خطابات سيد الرئيس في القنم العربية إطلاقا في كل الخطابات أمام المجتمع الدولي بنجد فلسطين ولكن هناك جملة دائما هي علقة في الأزهان حينما تحدث سيد الرئيس إن الحالة القضايا الفلسطينية يتباح الحالة لكافة القضايا في المنطقة هذه الجملة في الحقيقة بتلقص الوضع الإقليمي الراهن حينما تريد الآن دعم الاستقرار في المنطقة عليك أن تبدأ بحلحلة الأزمة السلطنية أول يعني دعني أخذ طرف الخط من حضرتك وحط برضه يعني خطوط تحت الجمل اللي تقالت في البيان المشترك يعني منتعى الأمانة يعني حضرتك قلت أن فلسطين لم تغب أبدا عن البيان الرسمي المصري طوال سنوات طويلة سواء في المحافل الأممية أو المحافل الإقليمية ومنتعى الأمانة أنا تبعت كل يمكن خلال العشرين سنة اللي ماضت البيانات التي خرجت من الجانب المصري فيما تعلق بهذا الشأن ما شفتش بيان بهذه القوة أو هذه الكلمات الواضحة زي ما ذكرت يعني على سبيل المثال استعادة أراضي دولة فلسطين ضمن جدول زماني واضح استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوق المشروعة طبعا إيه بما فيها مقبل حدود الرابع من حزيران أو يوليو عام سبعة وستين تعليقك على هذه الجمل وتعليقك على يعني تسقن ما ذكرته في السياق الخاص بالمتغارات الدولية يمكن أتفق مع حضرتك لأن بالفعل هناك جمل وعبارات مهمة جدا في هذا البيان الختم هذا الرأسية طبعا فكرة تحديد جدول زماني وطبعا الجملة الأخرى أو الأبارة الأخرى المتعلقة أيضا بوصف ما يحدثه المستوطنين من إرهاب وتخويف للأشقاء في فلسطين هذه جمل يجب أن نتوقف عندها لأن بالفعل نحتاج إلى جدول زماني لأن ليس لدينا رفاهية الوقت القادرة الفلسطينية تعطلت كثيرا وطوال الوقت هناك يعني مماطلة من الجانب الإسرائيلي وهناك تطويل في الوقت والآن نتحدث عن متغير دولي وإقليمي مش بس بيؤثر على المصارات السياسية والاقتصادية ولكن حتى على المصارات الإنسانية بنشوف إزاي الأوضاع الإنسانية الآن أصبحت حتى الدول المستقرة نفسها بتعاني يعني كافة الدول النامية الآن حتى المتقدمة بتعاني في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة ما بالك بقى بدولة هي تحت وقت الاحتلال وبالتالي أيضا العنصر الإنساني بيفرض على الوضع الراهن أن يكون هناك بالفعل جدول زمني يحدد مصاري العمل ويرتب أولويات العمل حتى نصل إلى بر الأمام في القدرة الفلسطينية أيضا وضع ما يحدثه المستوطنين في توصيف حقيقي وتوصيف صحيح ووصفه بالإرهاب ده مهم جدا لأنه بالفعل تخويف مستمر للفلسطينيين يعطل الحياة يعطل مصارات السلام بيعرقل كافة جهود السياسية ودبلوماسية العمل وغير إنساني قبل أي شيء ومن ضمن كمان يمكن المخرجات اللي تبعناها وفكرة فعلا المصطلحات الواضحة كانت مهمة جدا حتى أيضا تبعنا ضمن مخرجات البعين الختامي فكرة رفع الحصارة غزة ورد الأموال الفلسطينية المحتاجة زرادة سلطة الاحتلال يمكن تبعنا نقاط كتير جدا ومهمة جدا وفي غاية الوضوح بس خلي هنا أسأل حديثك أستاذ دمال بلسان حال المشاهد هو أعب يتفرر دلوقتي ماذا تضيف هذه القمة القضية الفلسطينية؟ ما الذي يضمن كسر الجمود الجمود الذي يتخلى لعملية السلام؟ ما تضيف هذه القمة هو إثبات الوجود هو بنتحدث أن هذه القضية قائمة أن هذه القضية سوف نقاتل من أجل حمايتها وسوف ندعمها بكل ما تؤتينا من قوة ولن نتخلى عنها حتى في ظل انشغال الإقليم والعالم بكثير من الأزمات الأخرى ولكن تظل هذه القمة وبالتالي إثبات هذا الأمر أنا أعتقد أنه من أحد أهم أولويات هذه القمة أيضا التعبير عن المواقف الواضحة والصريحة وعن الرغبة المصرية والعربية بإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية كأولوية عمل الآن أيضا هذا أمر مهم جدا أحيانا أحيانا يكون فقط إثبات المواقف هو أولوية وبالتالي أحيانا نثبت الآن موقف مهم في ظل هذا التوقيت أنا أعتقد أن دي أحد أهم الأولويات الآن لأننا نريد بالفعل أن نقول للعالم أجمع أننا لم ولن نتخلى عن القضية الفلسطينية بل سنعمل بكل جهد بل أننا الآن نضع أيضا بعض المحددات المهمة في مصارات العمل وده أحد أهم مخرجات هذه القمة أن هذه القمة وضعت بعض محددات العمل المهمة للعمل خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد الوضع الإنساني فكرة التوابط فيما يتعلق طبعا بدولة فلسطين والقدسة عاصمتها الشرقية فيما يتعلق بالدعم الإنساني ودعم منظمة الإرنواة مجددا ويعني مساندتها لأداء دورها الإنساني لأن هذا أمر مهم جدا أيضا أزمة اللاجئين وفكرة تعودت أزمة اللاجئين للحدث عن قضايا الجوهرية في الأزمة الفلسطينية وبالتالي أنا أعتقد أن هذه القمة بيتأكد على هذه المعاني وبتثبت الآن أن المجتمع العربي وهذا الحراك المصري الأردني الفلسطيني الآن لم ولن يتنازل عن مصارات العمل تجاه هذه القضية ولن ينشغل ولن ينشغل أنا أعتقد أن هذه النقطة المهمة لأن الجميع الآن منشغل بأزمات أخرى الجميع منشغل بالأزمات العالمية الكبرى والأمن الغذائي والأزمات الصادية العالمية وما يحدث في شرق أوروبا وما يحدث في بحر السين الجنوبي وما يحدث حتى في الساحل الأفريقي وغيرها من المناطق وبالتالي أن نصلت الضوء الآن على هذه القضية ونتحدث أننا في ظل هذا التناحر الدولي ننتخلى عن هذه الأزمة أنا أعتقد أن هذا مهم خصوصاً أن البيان كما أوضحنا هو بيان راسين وضع محددات عمل وخرج بأبارات واضحة وصريحة بتحدد أولويات العمل وأيضاً بتعبر عن أيضاً ما يستشعره الشارع العربي تجاه الوضع الرهن وكما أوضحنا هناك الآن كمان فرصة سواء فيما يتعلق به حدث كما ذكرت الزخم العربي القائم واستغلال جودة العلاقات العربية العربية والغرنماطية في الحقيقة نشوف إزاي اللقاءات الأخوية الآن ما بين القادة نشوف إزاي هناك تصلات مستمرة وشكل مكثف ما بين القادة وبالتالي استغلال هذا الجو المناسب للغاية لخلق يعني زخم أكثر فيه على العلاقات وأيضاً في تطوير العلاقات مهم جداً ويصب في صراح فلسطين أيضاً أمر مهم لا ننسى أن الداخل الإسرائيلي الآن يعاني بما أصفه أنا من هشاشة سياسية يعني الجميع يرى مظاهرات ضد الوقت يعني هناك قانون القضاء لا وما قبلها يعني نتحدث عن عدد يعني ست أو خمس انتخابات متتالية عدد استقرار في الحكومات الإسرائيلية وبالتالي أيضاً الضغط العربي هنا مهم أن تضغط وتدافع عن قضيتك الفلسطينية في ظل هذا الوضع أو في هذا التوقيت أيضاً هذا مهم وبالتالي استغلال الزخم العربي ووحدة الصفة العربي والصحوة العربية واستغلال أيضاً الوضع الداخلي الإسرائيلي وأيضاً استغلال الوضع الإقليمي الذي أنت الآن بتحتل فيه مكانة جيدة للغاية وبالتالي عليك أيضاً أن تستغل وضعياتك المناسبة والآمنة للدفاع عن قضيتك المركزية وهي القضية الفلسطينية قبل 67 كانت الأردن أو كانت الضفة الغربية حديداً تحت الإشراف الأردني كانت تحت وصاية الأسرة الهاشمية في الأردن وكان قطاع غزة تحت الإشراف المصري وقت الرئيس قبل عبد النصر ده قبل 67 في عام 20-23 يجتمع الملك الأردني مع الرئيس المصري بحضور رئيس السلطة الفلسطينية من أجل مناقشة مستجدات الساحة الفلسطينية تعليقك هناك أيضاً نقطة مهم عشان حالك ذكرت موضوع المقدسات أيضاً في الفلسطين أو في الأقصى بالتحديد وهناك أيضاً تأكيد في هذا البيان على طبعاً الوصاية الهاشمية فيما يتعلق بهذه المقدسات وهذه نقطة أيضاً مهمة تأكيد عليها في هذا التوقيت حتى لا ينسى الدخل الإسرائيلي وضعية هذه المقدسات وبالتالي هذه نقطة مهمة أنا أعتقد أن هنا حركة تريد أن تشير للدور المتصل والتاريخي للأردن ومصر في القدير الفلسطينية وأن هناك ارتباط في الحقيقة والسلب والموجب يعني يعني هناك ارتباط في الحقيقة مكاني وزماني وجغرافي وتاريخي فيما يتعلق بالدور المصري والدور الأردني بشأن القدير الفلسطينية وده اللي بيخلي الوضعية المصرية والوضعية الأردنية لهم طبيعة خاصة ويمكن العرب جميعاً يرتكزون على القاهرة وعمان في دعم القدير الفلسطينية تولى الوقت والتحرك من أجل هذه القضية عشان كده نجدهم شركاء طبعاً مصر والأردن في يعني ربعيات ميونيخ أو وجدهم حتى في المحافلة الدولية بشكل منصق وبشكل في تعاون مشترك وده مهم لأن العمل ما بين القاهرة وعمان في الحقيقة بشأن القدير الفلسطينية عمل متميز للغاية ويحسب لالكادات السياسية إنهم لديهم هذا التنسيق الغير مسبوك في الحقيقة فيما يتعلق بالعمل المشترك في كافة المحافلة الدولية والإقليمية بشأن القدير الفلسطينية وأعتقد أن ده أضفت كثيراً للقضية ووضع رؤية موحدة وخطة عمل موحدة أضافت للقدير الفلسطينية وبالتالي الدور المصري الأردني دور مهم للغاية وهناك اتصال طوال الوقت بشأن هذه القضية حينما يحدث أي من التصعيد في الداخل الفلسطيني نجد مصر والأردن قنوات اتصال مفتوحة بشكل مباشر للحديث والتشاور والإيجاد مسارات للتهدئة والإيجاد مسارات لدعم القدير الفلسطينية وبالتالي هذا دور أنا أعتقد أنه هو الآن صب في صالح القدير الفلسطينية وإيجاد هذا التنسيق المستمر وهذا الاتصال المستمر ما بين القاهرة وعمان بالتأكيد هو أضافة قوية للقدير الفلسطينية طيب أستاذ جمال بالنسبة لردود الفعل لو هنتكلم للغرب أو حتى لو نتكلم عن الجانب الإسرائيلي وفي ظل الاضطراب الداخلي في إسرائيل تعتقد ردود الفعل حول هذا البيان الختامي؟ أنا أعتقد أن هذا البيان الختامي يحظى الآن باطلاع واسع من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي لأنك أنت بتعبر عن وجهة النظر مش بس المصرية الأردنية الفلسطينية ولكن بتعبر عن وجهة النظر العربية هذه الثوابت لا يختلف عليها أي من الدول العربية وبالتالي أنت الآن في ظل كما أوضحنا هذا الصخب الدولي أنت بتؤكد على هذه الثوابت وبالتالي الجميع الآن أنا أعتقد أنه ينظر إلى هذا البيان في المجتمع الدولي والإقليمي بعين الأعتبار أيضا الداخل الإسرائيلي يدرك تماما أن هذا البيان في هذا التوقيت بيؤكد أن هناك عمل سوف يستمر حتى في ظل انشغال الدول العربية بيئة كثير من الأزمات ولكنها لم تنشغل عن الأزمة الفلسطينية وبالتالي أنا أعتقد أن المرضود على الداخل الفلسطيني يجب أن يكون أيضا أو يقابل بحرق من الجنب الإسرائيلي يحترم العقلية العربية الآن والرغبة العربية في إيجاد مسارات السلام والتهدئة وينصع لهذه الرغبة وينخرط في سلام حقيقي يحدث سلام شامل وعادل في المنطقة ويحدث أيضا الحل الحقيقي للأزمة الفلسطينية وبالتالي أنا أعتقد أن هذا البيان خروج في هذا التوقيت بتأكيد يعني بيرسل الكثير من الرسائل المهمة سواء للداخل الإسرائيلي أو للمجتمع الدولي على الجميع أن ينصد لهذا البيان ليس كونه أيضا صوتا مصريا أردنيا فلسطينيا ولكن كونه صوتا عربيا يخرج من العالمين للمجتمع الدولي بشكل عام يعبر عن أهمية وأولوية حالة القضاء الفلسطينية في هذا التوقيت أيضا يحدث حراك تجاه المصالحة حتى الفلسطينية الفلسطينية يعني كمان قبل أي شيء هيدعم الموقف تبع موقف الدولة الفلسطينية بشكل كبير جدا يعني ده أعتقد أن دي من أهم النقاط وأعتقدنا من أهم الأولويات يا أستاذ جمال وعلى أي حال يمكن هذا البيان وهذه القمة كمان أوضحت أهمية اللحمة العربية وأوضحت أنه العرب مجتمعين يستطيعوا أن يحدثوا فارق كبير جدا لو نظرنا فقط حتى للمصطلحات المباشرة ضمن هذا البيان الختامي ومخرجات هذه القمة أعتقد هي بتوضح أهمية اللحمة العربية بشكل كبير جدا أنا بشكر حضرك طبعا كل الشكر أستاذ جمال رؤف الكاتب الصحيف شكرا لك يا فندم على كل هذه التحليلات شكرا لحضراتكم وشكرا لكل السيدة مشاهدة شكرا جزيلا لحضراتكم